اكتشف الأثريين كمان مدينة اسمها مدينة فيثوم سنة 1848 مدينة فيثوم دي يذكر عنها في الكتاب المقدس في سفر خروج أصح واحد وعدد 14 أنا آسف عدد 11 عندما كان اليهود مستعبدين وكانوا يبنون المدن للمصريين قبل خروجهم من أرض مصر بنوا مدينة فيثوم لرمسيس الثاني والنهاردة اسمها تل المسخوطة جنب مدينة الإسماعيلية اكتشف الأثريين كمان لوحة اسمها لوحة إسرائيل مسجل عليها بالتفصيل خروج شعب بين إسرائيل وعبرهم البحر الأحمر وهذه اللوحة موجودة في المتحف المصري في القاهرة في مدان التحرير ونفس المكتوب عليها هو المكتوب في سفر خروج أصح 14 في العهد القديم وكثير وكثير من الاكتشافات زي حجر حمرابي وصخرة كردستان بوابة عشتار في بابل حجر قانون حمرابي وحفريات مدينة الصور والسامرة وكلها بتحكي عن قصص تقريبا متابقة بالزبط لجه في الكتاب المقدس من تاريخ وهذا طبعا يعتبر مرجع الكتاب المقدس يعتبر تاريخيا كمان مرجع تاريخي للي عاوز يدرس عن هذه الاكتشافات سواء الأثرية أو التاريخية